اشتركوا في القناة احنا عم نحضر للحلقة عن الفخارة او الجرة للمي قديش لها فوائد ورجعتنا يمكن بالفعل لأيام البسيطة والأيام الحلوة وطلع في فايضة غذائية جديدة عم بيحكوا عنها بالضبوط انه ما حدا فينا احرانتوس ما حدا فينا شرب انا شربت لا تعرف انا موليد موليد الزرقة اوكي فكان في الحارة في جرة مي صح يزاقف لي ابو حمز الموليد الزرقة ابو حمزة شكلك كمان كان في الحارة في فخارة وبتذكر انها بضلها باردة ومفيدة نحن 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 نفس الاشيه انا منطقة النزهة محل ما درستي نفس الاشيه عند الجوامع والحارات فيه هلا اختفت اختفت جو زرانت مالحاقتي مبالا مالحاقتي اكيد صباحكم سعيد هلأ صاح اليوم رح نحكي عن الماء الزير أو الماء اللي بيكون موجود بالفخار قديش هو مهم كتير من الأشخاص عم بتركز عفكرة بس انه نحنا لازم نشرب 2 لتر من الماء أو 3 لتر من الماء بس ولا حدا فينا عم بيفكر طب شو هي الطبيعة الماء اللي احنا عم نشربها وشو هي القيمة الغذائية للماء اللي نحنا عم نشربها بنعرف انه الماء هي السر للحياة وقديش انها بتعطي هيدريشن للجسم وترطب الجسم وبتعمل على إذالة الأوساخ والسموم من الجسم بس قديش مهم انه نحنا ننتبه للقيمة تبعة الماء وطبيعة الماء اللي احنا عم ناخدها هلأ الماء الطبيعية أو بتكون هاي الماء هي عبارة عن جزيئات من الماء بتكون مترابطة مع بعضها البعض بأشكال هندسية وهلامية بتعطيها القيمة الغذائية تبعتها أو بتعطيها الأنرجي تبعتها فعشان هيك نحنا نسميها الطاقة الحيوية تبعة الماء نعم أما للأسف لما هاي الماء تنضخ بأنابيب وتنحط بضغط كتير عالي ببرشور كتير عالي اللي بصير إنه كل هاي الأشكال الهلامية والبلورة تبعت الماء بتتكسر وبتروح فبتكون نحنا منسميها الماء الميت يعني اللي نحنا منلاقيه إن كان بناخده من الأنابيب إن كان بناخده على شكل أو العلب البلاستيك للأسف هاي نحنا بنسميها الماء الميت ما فيه أي طاقة حيوية بسبب الضغط وما بيتشكل المي وما بيتبلور المي بطريقة صحيحة فلجأوا الأطباء ولجأوا الأخصائيين إنهم يدرسوا الإفاكت تبعة الفخار اللي إحنا كنا نستخدمها زمان وقديش الفخار أو الزير إله فوائد غذائية مهمة على المي تشكيلها وبلورتها يعني المي اللي بالفخار هو ماء مبلور صح ماء بينعطى الخصائص الصحيحة إله بيقدر هاي المي إنه تتبلور بالطريقة الصحيحة الأجزاء والروابط الهلامية اللي موجودة بالمي تتشكل بشكل صحيح فممكن إنه يعطي الجسم طاقة حيوية كتير كبيرة نعم طب شو سر راندي يعني هو سر المكان نفسه ولا الوقت إنه الماء تركض ولا إيش ولا نوعية الفخار الثنين هلا الفخار هو مصنوع من طين وهو أقرب مادة طبيعية على أجسامنا لأنه نحن مخلوقين من طين فهذا الإشي بيخلي خصائصه كتير مفيدة لخصائص الجسم بالإضافة لهذا الإشي الفخار هو معمول من طين الطين فيه نسبة عالية جدا من المعادن لما نحن نحط المي بالفخار رح ياخد كل هاي المعادن الموجودة بالفخار وتكون المي فيها نسبة معادن كتير أعلى عشان هيك بنشوف الأشخاص اللي بيحكوا ناتشرل سبرينجز ووتر أو المي الطبيعية بتكون لها فوائد صحية حتى في ناس بيسافروا بلاد بس عشان إنهم يقدروا يقعدوا بهاي المحلات حتى حما مات معين شو الفكرة منها؟ إنها بتكون فيها نسب عالية جدا من المعادن بتمر بالصخر الصخر اللي فيه نسبة عالية جدا من المعادن اللي نحن بناخد هاي المعادن والفوائد الغذائية لأجسامنا طب لو المي من عين خلينا نحكي طبيعية ونحطت بالعلب المي بتفقد البلورة أو الخاصية اللي منحكي عنها؟ إذا كان بضغط عالي أكيد بالإضافة نحنا لازم دائما ننتبه أنا حكيت عن فقرة البلاستيك تقريبا يوم الخميس إذا أنا مش غلطانة بالمطبخ وحكيت عن أنواع البلاستيك اللي نحنا بنستعملها وخاصة أناني المي إنها هي تستخدم مرة واحدة فقط وما بنقدر نرجع إنه نحنا نعبيها لأنه لما البلاستيك يتعرض لدرجة حرارة عالية اللي بصير إنه في عندي مادة كيميائية بتكون موجودة بالبلاستيك نحنا بنسميها بسفنول A داخل المي من البلاستيك وبتصير تعمل أنواع معينة من السرطانات هلأ لما نحنا نستخدم ماء الفخار أولا رح يغنيني عن فكرة أنه أنا أستخدم البلاستيك بالإضافة أنه رح يغنيني عن فكرة أنه أنا بحتاج أحط المي بالتلاجة لأنها بتظلها باردة تحفظ برودتها فأنا بتغنيني عن فكرة أنه استعمل البلاستيك أو حتى التلاجة وبنفس الوقت رح تبقى الميبازة شغلة كتير مهمة لأنه الفخار فيه نسبة معادن عالية هاي المعادن بتساعد الجسم على الطاقة الكهرومغناطيسية إلكتروماغناتك أنرجي فرح تعطي الجسم طاقة جيدة رح تعطينا بوزيتف أنرجي وبنفس الوقت رح تحد من الشعور بالكسل خاصة إذا أنا عم بعمل رياضة مرات بنشعر بالهزل بنشعر بالكسل هاي الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بتعطيني إياها استخدام نزير رح تقلل من هذا الشعور بشكل كتير كبير نعم يعني إحنا أحيانا نشرب مي من المياه المعلبة يعني فناني وكذا أحيانا نحسها ما بترويه يعني كتير مرات أنا بلاحظه وأحيانا فيه طعمات مختلفة للمي يعني بتلاقي أنه نفس النسب المعادن بتطلعي على الأنواع التجارية المختلفة نفس النسب المعادن والبوتاسيوم وكل هاي الأشياء ولكن تلاقي طعمات مختلفة وإشي بروي أكتر من إشي وإشي بتحسي بيعطيك نشاط أكتر من إشي جوز ممكن إليه دخل بطريقة التصنيع وهي كتير هلأ طبعا هاي المي لحنا لما بناخدها بنحطها بشكل طبيعي بنخزنها بطريقة طبيعية رح أقدر أني أخذ منها كل الفوائد للجسم هلأ بتعود على الجسم بفوائد عديدة غير عن أنه بتعطي طاقة أولا للأشخاص اللي بتعاني من أمراض عديدة دائما نحنا بنعرف أنه البكتيريا الفيروسات تتكاثر بالبيئة الشبه حمضية هلأ لأنه الطين قلوي فبيعمل على بوفرينج للبي اتش أو بعدل مستوى البي اتش اللي موجود عندي بالجسم فبيعمل على التقليل من تكاثر الأمراض تمام إحنا رح نحكي عن الأمراض كمان بس بدنا نعرف برضو كيف نستعملهم ضايل دقيقتين وبدنا تورجينا إياه هلأ هن بهذا الشكل بيكونوا أنا جبت تنتين صغار هلأ يمكن الأشخاص مش رح كتير يحبوا يحطوهم ببيتهم بهذا الشكل عشان هيك زميلتي فرح النوايسي يومت الخميس بفقرة الحرف اليدوية رح تعمل لنا تنتين نزينهم ونقدر نحطهم بالبيت تأمرين مع بعض نحط لها زير كبير أوه كمان ممكن نحط واحد كبير لسي بجوز مشكلته المي إنها لما ضلها راكدة لفترة طويلة ما بتأثر بالعكس المي لما بتركض بالزير بتعمل بيعمل الزير على تنقيتها من الشوائب عشان هيك أهم خاصية للأشخاص اللي بعانوا من أمراض الكلة أو حتى عندهم ترسبات بالمسالك البولية أو بالكلة كتير رح يستفيدوا من هذه المي لأنه تعمل على تنقية الشوائب من المي يعني حتى لو ضلت أسبوعين ثلاثة طويلة بس أهم شي إنه نحنا نغطيها من فوق وما تكون مفتوحة من فوق ذكرة الجم فإنت لازم تحط واحدة بالزير عن جد فكرة كتير حلوبة المشكلة كانت دائما بس في الكاسة الكاسة البلاستيك مربوطة في خير هاي المشكلة الوحيدة كنا نسفهم في فكرة جيدة إنه بحطوا صح مثل حنفية صغيرة على الجرة الكبيرة وبنقدر إنه نحنا نستخدمها لأنه نعبي الكاسة طيب رد سريعا لكل الأشخاص يعني لم يم تنصح بمية اللازم أولا للأشخاص اللي عندهم كسل وخمول غير طبيعي ما عندهم طاقة بحسوا حالهم دائما تعبانين كتير فكرة حلوة إنه نحنا ناخد هاي المي تعطيني طاقة كهرومغناطيسية بالإضافة للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلة ترسبات بالكلة أو بالمسالك البولية حل كتير جيد الأشخاص اللي دائما عندهم أمراض متعددة إنفلونزا رشح شو من كان كمان رح يستفيدوا منها لأنها بتعمل على تنقية المي من الشوائب لست البيت اللي حابة إنها تطبخ بالمي اللي نحنا بنستخدمها من الحنفية كتير صعب إنه نحنا نضلنا نشتري قوارير مي عشان نطبخ فيها بناخد بالعادي مية الحنفية كتير فكرة حلوة إنه نحنا نحطها بالزير قبل استخدامها لأنه بتعمل على تنقيتها من البكتيريا وبتتخلص الجسم أو المي من هذه البكتيريا لازم نحنا نرجع لعاداتنا وتقاليدنا الأديمة كيف أهلنا وجدودنا كانوا يعملوا لأنه عنجد كانوا يعيشوا فطرة أطول بسحة أفضل بكثير من اللي نحنا نشوفه هلأ مع أن الطب تتطور أنا أقول لك أن أعيش في العصر الأديم العصر الحجر عن جد؟ ليس ضروري بالفتنسي كيف أثبتني؟ أثبتني لماذا ليس متأخلة مع المشتوعة مع العصر الحالي شكراً نارا شكراً لكم نهاركم سعيب شكراً لكم